اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي شوفي معايا المنظم الجميل ده تقدر ان انت تسبسيه على قدار المطبخ وتنظمي عليه الاطباق اللي انت محضر عليها كل الخضرة اللي انت هتستخدميها وانت بتطبخي او تقدر ان انت تنظمي عليه مختلف الاطباق اللي انت هتحضري بيها صفرتك وهنا هنشوف مع بعض عندنا الفرشة الدقيقة جدا اللي بتساعدك ان انت تنظفي كل القطع او كل الحاجات اللي بتبقى عندك حجمها صغير او بيبقى فيها زوايا صغيرة بيبقى صعبة عليك تنظيفها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي كل ده من غير اي صعوبة في تنظيف اي حاجة موجودة عندك من لوازم المطبخ بعد كده هنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتي على قدر الحمام وتنظم عليه المنازيل الورق او المنازيل المبللة وهنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا اداية للتنظيف طريقة تصميمها عملية جدا تقدر ان ان انت تثبتي عليها مختلف انواع المنازيل واللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده معانا الطبق ده وهو بيكون مصنوع من البلاستيك وهو بيكون خاص بالمساج تقدر ان انتي تدفيله اي مواد بتفضلي ان انتي تدفيها وطبعا استخدامه سهل جدا وبعد كده تقدر ان انتي تقفليه وتحطيه عندك في اي مكان وهو حجمه بيكون صغير مش بياخد عندك اي مساحة في البيت هنا هنشوف مع بعضها عندنا اختراع جميل جدا بيساعدك ان انتي تستخدمي كل مواد التنظيف اللي عندك بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده هنا تقدر ان انتي تستخدمي سائل تنظيف المواعين بطريقة سهلة وبسيطة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعضها عندنا منظمات للهدوم تقدر ان انتي تثبتيها عندك في الدلاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان انتي تنظمي فيها الشربات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انتي تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدلاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدلاب بعد كده معنا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيلكون تقدر ان انتي تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مارينة جدا وبتساعدك تبصلي الاصعب الاماكن وتنظفيها بكل سهولة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم لاكياس الكمامة طبعا تقدر ان انتي تسبتيه عندك على الجدار او على دلاب المطبخ او في اي مكان انت عاوزاه وتستخدمي منه الاكياس دي بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عصارة للخدار والفاكهة تقدر ان انتي تعملي من خلالها مختلف انواع العصير الطبيعي من الخدار او الفاكهة بكل سهولة في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفة او الاداء اللي تقدر ان انتي تعملي عليها مختلف الاكلات اللي بتفضليها على البخار والمصفة دي مصنوعة من الفلاز المكاوم للصدى وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انتي شايفة كده تقدر ان انتي تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات بعد كده هنشوف عندنا اداة التنظيف او الكتعة اللي بتساعدك ان انتي تنظفي بيها مختلف احجام السكاكين او المقصات وتقدر ان انتي تنظفي بيها المعالق او الشوك او مختلف ادوات المطبخ اللي بتكون عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مصفة الاطباق والكبات ومختلف لوازم المطبخ تقدر ان انتي تصفي عليها كمان الخضار او الفكهة تقدر ان انتي تثبتيها عندك على الهود وتصفي عليها كل الحاجات دي وغير كده كمان تقدر ان انتي تستخدميها قصرية للتقديم هنا معنا الغطى او الواقي الخاص باجباس الكهرباء تقدر ان انتي تثبتيه بكل سهولة على اجباس الكهرباء في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك اجباس الكهرباء دي ان هي ما يوصلهاش اي مية بعد كده معنا مجموعة من الكوبات البلاستيك اللي تقدر ان انت يتنظميها من خلال المنظم اللي بيجي معاها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عمدنا منظم للبيض طبعا المنظم ده بياخد معاكي 12 بيضة وغير كده شكله جميل جدا وبيساعدك على تنظيم التلاجة واستغلال مساحات الصغيرة جوا التلاجة واستخدامه بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفكهة تقدر ان انت تجففيه بكل سهولة بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معاه فرشة بتساعدك ان انت توزيع الزيت بشكل متساوي على الحلق او الصينية بتاعتك وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات المناديل والمنظم ده تقدر ان انت تستخدميه على اي سطح مكتب عندك في السهلة او في قضية النوم او في المطبخ او في الحمام او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتستخدميه بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا او القطاعة اللي تقدر ان انت تقطع عليها الخضار او الفكهة او تقدر ان انت تقطع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف انواع سلطات بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او فضلاب المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممسحة الارضيات الممسحة دي مرينة جدا في الاستخدام وبييجي معاها الجردل الخاص بيها تقدر ان انت يتدفيله المية او اي مادة تنظيف بتفضليها ومن خلال الجردل ده تقدر ان انت تنظفي الممسحة دي من كل الاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها زي الشعر او الخيوت او اي حاجة بتبقى موجودة عليها وزي ما احنا شايفين مع بعض كده المية النضيفة بتبقى مفصولة عن المية اللي بتبقى مش نضيفة وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا المكنسة الكهربائية اللي بتساعدك على ازالة الوبر او الاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على الستاير او على الكنب او على السجاد زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وغير كده طريقة تنظيف المكنسة دي بتكون سهلة جدا بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي بتساعدك ان انت يتوصل بيها كل كوابل الكهرباء بكل سهولة من غير ما تبقى مضيقة عليك في المكان زي مثلا لو انت عاوزة تثبتيها ورا الكنبة او ورا السرير فمن خلال المشترك ده هيحل المشكلة دي وطبعا بيحافظ لك على الاسلاك والشواحن اللي عندك انها تفضل سليمة وما يحصل لها اي تلف من ضغط الحاجات اللي انت مسبتها وراها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا كسارة اللب او البندق او اللوز او عين الجمل تقدر يتقشري من خلالها مختلف انواع المكسرات وهي طبعا زي ما انت شايفة كده سهلة جدا في الاستخدام وغير كده كمان هي بتبقى سريعة جدا وبتديكي افضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو طريقة استخدامها بتكون سهلة وعملية قوي وهنا معانا كفر للموبايل طبعا الكفر ده بيحميلك الموبايل بتاعك لو انت رايح البحر بيحمولك انه ما يوصلش ليه اي مية وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيون اللي تقدر ان انت تستخدمي من خلالها الزيوت او السوسات اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدري تستخدمي منها كميات مناسبة جدا بعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيلكون بقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مارينة جدا وبتساعدك توصلي الاصعب الاماكن وتنظفيها بكل سهولة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات اصدقكم في رعاية اللي اشتركوا في القناة